موسيقى الموجز الاقتصادي من قناة الرافضين أهلا بكم أعلنت وزارة النقل توقيع ملحق العقد الاستشاري وملحق إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركتين تركيا وصينية وقالت الوزارة إن مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية عباس صبار وقع ملحق العقد الاستشاري لمشروع إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركة كيكلوب وهارترز التركية للتصاميم والاستشارات وملحق عقد إنشاء مطار الناصرية الدولي مع شركة إيسيس الصينية موسيقى هبطت إسعار النفط اليوم الثاني على التواليم ارتفاعي الدولار وسط حالة من عدم اليقين السياسي في أمريكا بعد هجوم على المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب بينما يراقب المستثمرون سير المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وانخفضت العقود الأجلة لخام برينت خمسة وخمسين سنة لتصل إلى أربعة وثمانين دولارا وثمانية واربعين سنة للبرميل وبعد أن أغلقت منخفضة بمقدار سبعة وثلاثين سنة وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي واحدا وثمانين دولارا وخمسة وستين سنة منخفضا بمقدار ستة وخمسين سنة ومع ذلك لا تزال أسواق النفط مدعومة على النطاق واسع بتخفيضات الإمدادات من أوبيكي بلاس حيث قالت وزارة النفط في العراق أنها ستقوم بتعويض أي فائض في إنتاج النفط منذ عام 2024 بلغت صادرات إيران إلى العراق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نحو ثلاثة مليارات دولار ويشير هذا الرقم إلى نمو بنسبة 28% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفادت وكالة مهر للأنبياء أن الصادرات تشمل أهم عشرة سلاح صادر من إيران إلى العراق هي الغاز الطبيعي وقطبان الحديد والفولاذ وبلاط السيراميك وسبائك الحديد والصلب إضافة إلى المستلزمات المنزلية والتنظيف تراجع تسعر الذهب في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي وصدور بيانات اقتصادية لاستبيان المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وهبط الذهب في المعاملات الفورية بمقدار 0.1% إلى 2409 دولارات للعقية كما انخفضت العقود الأمريكية لاجل الذهب بمقدار 0.2% لتصل إلى 2414 دولارا للعقية بعد وقت قصير من هيار العديد من البنوك المحلية في أمريكا كدس تجار بوتكوين عشرات الآلاف من العملة المشفرة على مدار 30 يوما وهي الكتلة الأكبر منذ شهر نيسان عام 2023 ولقد استفاد تجار بوتكوين بشكل كامل من تراجع سوق العملات المشفرة في وقت سابق من هذا الشهر حيث راكمت إلى 71 ألف بوتكوين وسط أسرع معدل لتكذيس بوتكوين منذ شهر نيسان عام 2023 كما تم جمع الكثير من عملة بوتكوين التي تبلغ قيمتها 4.3 مليار دولار بالأسعار المحلية عندما تراجعت إلى 54.200 دولار في الخامس من شهر تموز وفقا لبيانات شركة تحليلات الأملات المشفرة والآن إلى أسعار الأملات الأجنبية مقابل الدنار العراقي وأسعار المعادل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ختام الموجز للقناة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة